7 أكتوبر بنتكلم فيه عن ذكرى ميلاد واحد من أهم وأعظم المبدعين والمجددين في الموسيقى مش بس في مصر لا كمان في العالم العربي وهو الملحن العبقري الكبير بريغ حمدي الملحن اللي قدر يوضع منهج جديد في عالم الموسيقى تحت عنوان مدرسة بريغ حمدي مدرسة قدرت اللي هي تطور اللحن العربي وتخلي اللحن العربي في الحقيقة في حتة تانية خليته كمان متقدم بشكل يعني ملفت لجميع الأنظار خليته في الصفوف الأولى فيه مدرجات الإبداع بريغ حمدي هو الأسطورة المصرية الفنية اللي خلت لي الأغنية المصرية مضاق مختلف لو بنتكلم يا جمانة عن بريغ حمدي فبنتكلم على أغاني كتير جدا يمكن بنتكلم على أكتر من 260 أغنية هي أغاني بريغ حمدي اللي قدر يلحنها ما بين ألحان وتوزيع أكتر لأعظم النجوم طبعاً وردة يعني أفضل الأغاني اللي أغنتها وردة مش عاوزة أقول أفضل طبعاً لأن كل أعمال وردة عظيمة لكن بريغ حمدي كان لي بصمته بنتكلم كمان عن أكتر من 11 أغنية من أغاني الست أم كلثوم وغيرها من الأغاني فلنان قدر يجمع ما بين الرومانسية الأغاني الرومانسية وأيضاً الأغاني الوطنية وكمان الأغاني الدينية يعني بريغ حمدي حقيقة يمكن أنا من الناس اللي بتحب الموسيقى أوي وبحب الأغاني الأديمة جداً فكل لقيت أن أنا في أكام أغنية كده بنيعني ليهم تيمة معينة أو ليهم جملة موسيقية معينة اكتشفت أن أغاني بعينها كده هي اللي بتبقى المقربة القلبي لما برجع بصت بقى مين ملحن الأغاني دي بلاقي بليه حمدي يعني تلات تربع الأغاني فعلاً الأديمة اللي حم نسميها الأغاني الأديمة بكتشف أن هي ألحان بليه حمدي بليه حمدي قدر أنه يجبع ببين محبة كل الجمهور بكل طبقات وألف ألحانه حتى من التراث الشعبي من الشوارع والحواري يمكن حتى لما كان ابتدى تلحين كان هو شايف أنه لا أنا مش حابب أن أنا ألحن الأغاني أو مش حابب الأغاني الطويلة أوي هو كان أكتر بيميل الأغاني القصيرة إلى حد ما وقتها طبعاً وكان في الوقت ده الأغاني السائدة هي الأغاني الطويلة جداً بتاخد وقت طويل جداً هيمكن حتى لو بصينا قال إيه عنه أهم الفنانين في الوقت ده طب تعالوا نشوف كده عبد الحليم حافظ قال إيه عبد الحليم حافظ قال عنه أمل مصر في الموسيقى ووصفته أمه كلثوم وقالت عنه أنه النهر متضفق هادر من الأنغام الجميلة طيب محمد سلطان قال أنه كان إنسان وفنان فوق العادة وألحانه بتتكلم عن موهبته تغزل بقى كمان في الموهبته من الموسيقار العبقاري الكبير محمد عبد الوهاب وقال أن بليخ حمدي ربنا أنعم عليه بجمل غنائية عبقرية قلمة ينعم بها على فنان كل خمسين سنة بليخ حمدي موهبة يعني خلينا نقول عرف أنه هو بطريقته بصمته أنه هو اللي يجذب أكبر الفنانين وقتها ليه بليخ حمدي كان معروف عنه أنه هو كان خجول جدا ومن أجمل الأغاني اللي لحانها بليخ حمدي للسيدة كوكب الشرق طبعا أم كلثوم كانت أغنية أنساك ويمكن أنساك ليها قصة كده طريفة مسبق قصة دي أحمد الحقيقة بتوريك أخلاق فنانين زمان كانت عاملة إزاي المفروض أن الأغنية دي كان هيلحانها الموسيقار الكبير محمد فوزي وكانوا قاعدين في صالون كده صديق ليهم الأمسيات الثقافية اللي بواحد الحقيقة ما بيتخيل أنه قامت فنية زي محمد فوزي أم كلثوم وبليخ حمدي قاعدين فيها واحد مش بيتخيل هي بتبقى شكلها عامل إزاي بس كان مفروض أنه كان محمد فوزي اللي هيلحن الأغنية دي وكانت بالفعل أم كلثوم موجودة وخرج محمد فوزي لسبب ما برا القوضة فبليخ حمدي شاف الورق وقرى كلمات الأغنية وقاعد يدندنها دخل عليه محمد فوزي وسامع لحن الأغنية بتاعت أنساك راح مكلم أم كلثوم وراح قال لها أنه بليخ حمدي فيه ملحن اسمه بليخ حمدي وقالها أن الأغنية دي أحسن من اللحن اللي أنا في دماغي أو متصوره أو حتى بدأت لحنه للأغنية دي واستأذنها أنه كمان ما تقولش البليخ حمدي أن الأغنية دي كان المفروض اللي لحنها محمد فوزي عشان بليخ حمدي كان خجول جدا وكان هيرفض أنه هو ياخد الأغنية دي وخرجت أنساك ده كلام أنساك يا سلام من أروع مغنة كوكب الشرق ومكلثوم يا سلام على العظم يا سلام على الأخلاق أخلاق الفنانين والقيام اللي يمكن لحد ما ما بقتش موجودة بشكل كبير أو يا جمانا مش بس أنساك لأ ظلمنا الحب بنتكلم على سيرة الحب كل ليلة بنتكلم على بعيد عنك فات المعات أغاني كتيرة بقى حدث ولا حرق يعني أي أغنية كانت ملفتة تجيلي العبقرة هتلاقي بصمة بليخ حمدي كانت موجودة فيها يمكن كمان الحب اللي كان ميادة الحنان لا بص بقى يعني بليخ حمدي وما ودعك وردة في أفن كتير بليخ حمدي بنيفاش تقول تقول أنا بحب له أغنية كذا لكن ممكن تقول مثلا بحب البليخ حمدي مع عبد الحليم حافظ كذا بحب البليخ حمدي مع شادية كذا أقولك على حاجة جميلة أنا لحظتها بجد يعني فيه ناس تقولك إيه أنا بحب سيت المكلثوم أكتر من عبد الحليم ما ليش في عبد الحليم أو لكن بيبقى دايما دايما وهتلاقي كل متفق على ده لو فيه ناس ما بتحبش المكلثوم وتحب عبد الحليم أو العجس هتلاقي إن فيه دايما أغنية أو اتنين مشتركة لكل منهم بيحبوها هتلاقي بصمة بليل حمدي فيها دي حقيقة تخيل فنان أول أغنية لحنها يعني مش أول أغنية كمان أول أغنية تخرج بقى لنورت الشهير وكانت تخنون لعبد الحليم حافظ يعني أنت مدخيل دي أول أغنية أول أغنية يعني لعبد الحليم حافظ وتخرج لنورت وتبقى ليها صدى جامد قوي أرفع اللي هو يساعده يا هناء إلا هيلحله آه طبعا الموضوع بيبقى خلاص يعني أنت كتب للفنان دا النجاح مش أولك كتب للأغنية دا كتب للفنان نفسه النجاح لو بسيتها على أعظم أغاني الفنانة الجميلة واردة دا غير بقى أن حتى يعني هو نقل الفنان اللي طبعا عنده ليه عبد الحليم حافظ نقله حتة تانية كان اللون بقى الشعبي كان في وقت من الأوقات كانت الناس عايزة تسمع الموسيقى الشعبي فتخيلة ما عبد الحليم حافظ يغني شعبي بقى 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 حامدي يعني نحن بك سواح مثلا بصي حاجات لها قصص كتير قوي يعني زي القصة الشهيرة قوي برضو اللي حصلت ما بين النقشة باندي رحمة الله عليه ومولاي مليخ حمدي ومولاي الأغنية اللي لحد النهاردة في أكبر المناسبات الدينية لازم تلاقي الأغنية دي شغلة ولما بتسمعك بتفكرك عارفة أنت كده بحاجة دينية مختلفة مظاف وشكل وطعم ولون مختلف خرجت من هن من ما سبيره يعني يمكن كانت قصة مختلفة وقصة كانت يعني ليها كواليس كتير أو تفاصيل كتير بس عارفة أنت لما يجي قرار من الرئيس السادات أنتوا الاتنين هتعملوا حاجة مع بعض صرفوا يعني بليخ حمدي بكل الفن اللي بيعمله وكل الرومانسية والوطنية أيضاً اللي بيعملها لأ أنت هتعمل حاجة دينية ويعودوا مع بعض يحبسوا نفسهم مع بعض في الآخر يطلعوا لك مولاي أعتقد قصص كبيرة يعني بعرف فكرة بالمناسبة في ناس ما تعرفش كمال أنا بليخ حمدي يعني موسيقى تصورية الأفلام مثلاً شيء من الخوف وطبعاً يعيني على الأولى كلنا عارفين الأغنية دي أو كلنا عارفين الأغنية دي تحديداً في الفيلم ده أفواه وقرير بمصرحية ريا وسكينة صحيح ومن أحلى التترات بسم الله الله وأكبر بسم الله بما أننا بنتكلم على انتصارات شهر أكتوبر طبعاً طبعاً وبما أنت تتكلم على مصر بقى بغبت الحلواني كتير لا كتير بقى يعني كتير قوي بما سبه هو اشترك كمان في أن هو يخرج فنانين لحد النهاردة إحنا بنسمعهم وعلى سبيل المثال مثلاً مصطفى أمر فيه وضع مصطفى أمر اسمها بنلف الحين بليخ حمدي جنبي يسفر له مخصوص يعني بليخ حمدي قصص كتير قوي وأغاني كتير قوي فبما أننا استرجعنا أنا وانت كده سريعاً يعني أفضل الأغاني العالقة في أذهنها لو سألتك أنت إيه أكتر أغنية بتحبها إيه أكتر أغنية مش بحبها إيه أكتر أغنية مش بتحبها لبليخ حمدي وحتلاقي ما فيش أصلاً لأن كل أغاني عظيمة بس أنا بالنسبة لي الحب اللي كان ما يقدر حنوه في حتة تانية وبعدين كان أغنية برضو لها كواليس اللي هو كان بيرد على وردة لما قالت مين بليخ حمدي بعد قصة الحب الكبيرة اللي كانت ما بينهم تقرر اللي هو يعمل الحب اللي كان يعني بص أغاني كتير قوي بس أنا ممكن أقولك أن أنا ببوابت الحلواني أنا الأغنية دي بحبها جداً يا تيتر المسلسل ده أنا بحبها جداً اللي بنا بنا مصر كان في الأصل الحلواني طيب أنا قلت أغنية وجو ما أنا علت أغنية يبقى إجابات أستاذة المشاهدين هننتظر إجاباتكو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عشان نعرف إيه أكتر أغنية أنتوا كنتوا بتحبوها من ألحان أو توزيع بليخ حمدي أتمنى أنتوا تنواوا بقى حين نسمع أكبر قدر ممكن من ألحان المبدع بليخ حمدي نصبح على حضراتكم جميعاً صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر